اشتركوا في القناة اكيد صباح الخير مشاهدين اذا اردنا الحديث عن الاقتصاد الايراني فكما هو معروف طهران تعتمد على تصدير النفط والغاز وتشتهر ايضا بتصدير السجاد العجمي المصنوع باليد والزعفران ومحاصيل زراعية متنوعة ومنتجات الجند الطبيعي كما تعتبر ايران رائدة في انتاج الكافيار في العالم ولكن ايران بالاضافة الى صادراتها المادية اللي ذكرتها تصدر ايضا ايدولوجية ايدولوجية ما تعرف بالثورة الايرانية الى خارج حدودها وهذا ما يقول الكثير من الخبراء في مجال السياسة هذه الايدولوجية التي تحمل فكر متشدد تحت مبدأ ولاية الفقه وسيطرت هذه الولاية الدينية على كل مفاصل الدولة والتفاصيل الحياة اليومية للناس باسلوفي قمع شديد لحريات مختلفة على تنوعها نعم باسلو هاي ثورة اللي يفتخر بها النظام الايراني غيرت علاقة ايران مع اغلب الدول حول العالم معادة قلة قليلة من الدول اللي تتبع هي ايضا نهج قمعي مثل روسيا والصين وسوريا وكوريا الشمالية في مقابلها تقف الانظمة الديمقراطية على رأسها الولايات المتحدة لتتصدى لهذا المحور المتطرف الذي تعتبر ايران اهم اضلاعه في منطقات الشرق الاوسط ولكن مع تغير الادارة الامريكية وانتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة هل من الممكن ان يختلف شكل علاقة واشنطن بتهران؟ كما نناقش ايضا في حلقة اليوم تهران تستغل التبقات الاشد فقرا في سوريا لنشر افكارها ثاني اكور بلدان منطقة الخليج مساحة بعد السعودية يتحدث سكانها اللغة الفارسية ويدين بالاسلام بغالبية شيعية فهل تسألت يوما كيف اصبحت ايران قوة رئيسية في قلب الصراعات التي تعصف بالشرق الاوسط؟ غيرت الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 ملامح المنطقة باسرها لكن جذور سياسة ايران الخارجية التوسعية تمتد لما قبل ذلك ايران أصبحت ردى استغلالي قد تسألتناها باوصي على قلب الصراعية جاستغلال على سببها أنهم يجبون أن يقوم بعمل أجرسيباً لأجرساتهم يعتقدون أيضاً أن بسبب إيران's history بسبب إيران's population بسبب إيران's size إيران is the natural hegemon of the region لذلك يجب أن يكون the hegemon of the region في منتصف القرن الماضي شاه إيران محمد رضا بهلوي كان يرى إيران القوة المهيمة في منطقة الخليج ونطاق أمنها الاستراتيجي يمتد إلى أبعد من ذلك إحدى وسائل بص ذلك النفوذ كانت الدعم المالي الأموال لم ترسل فقط إلى لبنان بل كذلك أرسلت لدعم قوات الملكية خلال الحرب الأهلية في اليمن والدعم العسكري كان وسيلة أخرى استخدمت في الحرب العراقية الكردية الأولى والثانية في صف الأكراد بينما تدخلت طائرات وقوات الشاه مباشرة لإنقاذ سلطان عمان من ثورة على عرشه لكن كل شيء تغير رحل الشاه بثورة على عرشه وجاءت الحرب إلى أرض إيران في العام التالي ثمان سنوات من الحرب مع العراق ومئة ألاف القتلى وكل ما يمكن أن تجلبه الحروب من دمار الولايات المتحدة وإيران الكل يوم يسأل كيف سيكون شكل العلاقة بينهما خلال الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب سؤال باسل بالفعل يؤرق الجميع وخاصة يمكن سكان منطقة الشرق الأوسط في ظل حربي غزة ولبنان دائرتين بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة ووكلاء إيران في المنطقة وصحيح أن وعود ترامب أيضا الانتخابية للأمريكيين العرب صبت في اتجاه إنهاء حربي غزة ولبنان في أسرع وقت ممكن عندما يصبح رئيسا لولاية ثانية ولكن هل هذا الهدف ممكن وسهل التحقيق في وقت قصير؟ سؤال مهم أكيد نطرحه اليوم لكن من جهتها أيضا الخارجية الأمريكية اعتبرت فوز ترامب فرصة لمراجعة توجهات الولايات المتحدة السابقة غير الصائبة تجاه إيران على حد قولها لما شهدته فترة رئاسة ترامب الأولى من تصعيد غير مسبوق معها وظهر ذلك حينها في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في الثامن من مايو عام 2018 معتبرا حينها أن هذا الاتفاق لم يجلب السلام والهدوء ولن يجلبهما أبدا وقتها فرضت إدارة ترامب عقوبات اقتصادية شديدة على إيران في الحملة المعروفة باسم الضغوط القصوى والتي طالت القطاع المالي والنفطي والعديد من المسؤولين البارزين بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وبعدها في 2019 تم تصنيف الحرس الثوري بالمنظمة الإرهابية وبلغ التوتر العسكري ذروته بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في عام 2020 وعلى ضوء هذه المعطيات إذن نسأل ماذا لو وصلت إدارة ترامب تطبيق سياسة الضغط الأقصى على إيران كيف سيكون شكل هذه الضغوط وكيف ستتجاوب طهران معها موقع واشنطن انستيوت يقول بأنه وفقا لبراين هوك المبعوث الأمريكي الخاص السابق لشؤون إيران خلال فترة إدارة ترامب الأولى ويرأس الفريق الانتقالي لوزارة الخارجية في المرحلة المقبلة فأن سياسة الضغوط القصوى تجاه إيران ستكون الأداة المفضلة لدى الإدارة الجديدة ورغم أنه استبعد أن يكون تغيير النظام ضمن هذه الأهداف أكد أن استراتيجية الضغوط القصوى على إيران بإمكانها أن تسهم في التوصل إلى اتفاق جديد معها أو احتواء نفوذها هوك رأى أيضا أن فريق ترامب يحتاج لمعرفة كيفية التعامل مع أي ردود انتقامية محتملة من إيران مثل شنها مؤخرا هجمات على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط وحول إمكانية التوصل لصفقة جديدة مع إيران سيكون من المرجح أن تسعى الإدارة الأمريكية لإبرامي اتفاق جديد يستبلل كليا الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه ترامب في ولايته الأولى قبل أن نفتح النقاش الآن مع ضيوفنا مراسلنا في البيت الأبيض هشام برار يفصل لنا أكثر في رؤية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول إيران ليس مفاجئا عندما تتحدث للمسؤولين السابقين في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وأيضا فريقه الآن الانتقالي يرون بأن إيران ستمثل تحديات كبيرة في بدء ولاية ترامب الثانية في يناير المقبل سيجد التحديات التي تمثل إيران للأمن القومي الأمريكي لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة وحلفائها أيضا في الشرق الأوسط لا تزال بقية ولو في ظروف أكثر تصعيدا مما كانت عليه في عهده وفي إدارته الأولى المسؤولون يؤكدون لنا أن الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب في هذه الولايات سيستأنف العنوان الرئيسي لسياسته تجاه إيران وهي سياسة الضغوط القصوى هذه الضغوط يتوقع أن تكون أكثر تشددا هذه المرة لعزل إيران لمنعها من الحصول على عائدات من بيع المنتجات النفطية وفرض مزيد من القيود والعقوبات أيضا المناخ الحالي والتصعيد بين إيران وإسرائيل الرئيس دونالد ترامب يجد إيران في واقع مختلف في حالة مختلفة الآن أكثر ضعفا مما كانت عليه سواء بسبب الضربات الإسرائيلية وعجزها عن تحقيق أي رد مقنع ضد إسرائيل بعد الضربة الأخيرة وأيضا إضعاف حلفائها ووكلائها في المنطقة على رأسهم حماس وحزب الله اللبناني هذه المعطيات ستجعل الرئيس دونالد ترامب أقل ميولا كما كان لأي اتفاق بديل اتفاق ناوي مع إيران الذي انسحب منه خلال ولايته الأولى وكان يبحث عن اتفاق شامل ويشمل ويتضمن ويعالج مخاوف الولايات المتحدة من السلوك والنشاطات الإيرانية المزعزعة لاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بل قد يجد ترامب نفسه أكثر ميولا للمقاربة الإسرائيلية وهي الحل العسكري لكبح جماح الطموحات النووية الإيرانية وحتى ضرب المنشآت النووية الإيرانية وهذا ما ألمح إليه دونالد ترامب خلال حملة الانتخابية في أكثر من مرة لكن التشكيلة الحكومية وفريق ترامب الجديد لا يترك مجالا للشك في أي اتجاه سيتجهه فيما يتعلق بسياسته تجاه إيران فيما يخص مايك بومبيو كوزير للخارجية أو أيضا مايك وولز كمستشار للام القومي في البيت الأبيض بكل تأكيد هناك مؤشرات وهناك ملامح ترتسم لموقف أكثر صرامة وأكثر حزم في التعامل مع إيران حتى لا نتجهل أيضا أن ترامب يصل لبيت الأبيض ويدرك أن إيران وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة الاستخبارات الأمريكية كانت خلف خطط لاغتياله خلال الحملة الانتخابية وهو أيضا مايؤشر إلى مدى المخاوف ومدى قلق إيران من عودة ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض لكن بكل تأكيد مسؤولون في إدارته السابقة وأيضا الفريق الانتقالي يؤكدون على استمرار ما وصف لي من حديث مع أحد المسؤولين بالنسخة الثانية من سياسة الضغوط القصوى على إيران أشكرك كشام والآن ينضم إلينا مدير وحدة الدراسات الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات الدكتور محمد لزغول أهلا بك وصباح الخير عليك دكتور محمد دكتور محمد كيف تتوقع أن يكون المشهد الأمريكي الإيراني بعد دخول ترامب البيت الأبيض في العشرين من يناير القادم صباح الخير يعني كما ورد في تقريركم من المرجح أن يكون اتجاه الإدارة الجديدة نحو تطبيق نموذج جديد من سياسة الضغوط الأقصى لكن في متغيرات كثيرة ستعمل على تغيير طبيعة هذه السياسة عما كان عليه الحال في دورة الرئيس المنتقب سرامب الأولى في الدورة الأولى إذا نذكر جيداً كانت سياسة الضغوط الأقصى تجري من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بمعارضة أوروبية شديدة ومحاولات أوروبية لإفشال هذه السياسة وعدم يعني إنجاحها وكان أنا ذاك في إشقاق كبير في المسألة الإيرانية ما بين أوروبا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الحالة مختلفة أوروبا مسجمة إلى حد كبير جداً مع الإدارة الأمريكية لأنها لديها الآن فجوة عميقة في علاقاتها مع إيران نتيجة الدعم الإيراني لروسيا في الحرب الإيرانية بالمسيرات وبالصواريخ البلستية والأوروبيين يبدون اليوم أكثر حماساً للمشاركة في الضغوط على إيران ومشاهدنا ذلك من خلال محاولاتهم لتفعيل آلية الزناد عبر إدانة إيران في الوكالة الدولية للطنقة الضرية القرار الأخير المصدر وهو قرار تمهيدي يعني يهدف إلى خطوات لاحظة هذا من جانب الجانب نفس الإدارة الأمريكية اليوم أكثر انتجاماً تجاه إيران مما كانت عليه سابقاً لأنه بالنتيجة الفوز الذي تحقق الجمهوريين هذه المرة يشمل أيضاً مجلس الشيوخ والنوار وحتى الإدارة والأسماء التي تم ترشيحها حتى الآن تشير إلى أنهم يتبنون سياسة جد متقاربة تجاه المسألة الإيرانية وإيران بالفعل تعيش حالاً من القلق لأن هذا الإنسجام داخل الإدارة الأمريكية وما بين الإدارة الأمريكية والأطراف الأوروبية يجعل من أي محاولة أمريكية للضغط على إيران ذات فعالية أكبر بكثير مما كان في الدراسة طيب دكتور إذن أنت تتوقع والكثير من الخبراء يتوقعون بالفعل مواصلة دعنا نقول لسياسة أضغوط القصوى من قبل أمريكا إلى إيران نعم ولكن بشكل جديد خلينا نقول طيب السؤال هو كيف ستختلف هذه الضغوطات ما هي أشكالها الجديدة خصوصاً أنه وصلت حدها أيضاً الأقصى خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى أول مسألة هي تتعلق بالتوقيت أو المواقيد جداً حساسة المسألة ومهمة نحن نعرف أن الاتفاق النووي ينتهي في أكتوبر عشرين خمسة وعشرين والأطراف الأوروبية أمامها فرصة فقط حتى الربيع المقبل لتفعيل آلية الزناد إذا ما أرادت أن تتجنب الذهاب إلى مجلس الأمن مرة أخرى ويعني الحصول على موافقة روسيا والصين يعني لفرض أي عقوبات على إيران هذا يعني أن التحرك يجب أن يكون قبل الربيع المقبل ولذلك بادرت الأطراف الأوروبية اليوم إلى التحرك عبر ثلاث الأوروب وأمريكا طبعاً دعموا القرار داخل الوكالة الدولية للطاقة الضرية لإدانة عدم التزام إيران هذه مجرد مقدمة هناك بروسس يجب أن يجري على مدار تقريباً أربع إلى ست شهور وربما يستغرق ثمين شهور يجري من خلال إعلان إيران غير ملتزمة بالاتفاق النووي وبالتالي تعاد فرض جميع العقوبات التي كانت موجودة على إيران قبل عام 2015 بما فيها العقوبات الدولية المسال الثاني هو تعريف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية لدى الاتحاد الأوروبي هذا القرار من شأنه أن يضيق كثيراً الخناق على إيران وعلى منظمة الحرس الثوري ومصادر تمويلها والتي تعتمد إلى حد كبير اليوم على تصدير النفط لأنه أصبح لا حصة جيدة من تصدير النفط الإيراني تبلغ حوالي 800 ألف برميل يومياً وهي حصة كبيرة جداً من مجموعة 2 مليون برميل تصدر من النفط الإيراني هذا يعني أنه شكل جديد يضاف إلى ذلك أنا باعتقادي أنه الرئيس ترامب سيبقي خيار العسكري على الطاولة خلافاً لما كان في المرة الأولى بما يتعلق بضرب البرنامج النووي الإيراني والاستعدادات الإسرائيلية منذ سنوات تتوالى وكذلك الاستعدادات الأمريكية لإحتمال الذهاب نحو توجيه مثل هذه الضربة واليوم إسرائيل أكثر جهوزية محمد فيما يخص البرنامج النووي يعني البعض يتوقعون اليوم أن يكون هناك نوع من التفاوض من قبل إدارة ترامب حول اتفاق نووي جديد مختلف عن الاتفاق الذي انسحب منه ترامب في العام 2018 هل تتوقع هذا الشيء؟ أبداً أنا أعتقد بأننا أصبح خلفنا مسألة الاتفاق حول البرنامج النووي لأننا الآن بحاجة إلى اتفاق شامل يتحدث عن الأنشطة الإقليمية الإيرانية التي لم تعد ذات أهمية جانبية كما كان علي الحال في 2015 وما قبل اليوم الإدارة الأمريكية تدري أن الأنشطة الإقليمية الإيرانية أصبحت خطراً على الأمن الأمريكي وكذلك الأمن الإسرائيلي وشكلت تهديد مباشر لوجود إسرائيل وبالتالي لم يعد الأمر هذا ثانوياً أصبح أمراً مطروحاً على الطاولة إذا ما أرادت أمريكا الحفاظ على علاقاتها جيدة مع حلفائها فلابد أن تتعامل مع الأنشطة الإقليمية الإيرانية بشكل مختلف وبدأ هذا المسار من خلال المواجهات التي شاهدناها طوال العام الماضي على الأقل من الجانب الإسرائيل هذا مسار مسار الآخر متعلق باللعبة الكبرى وموقع إيران في التنافس الصيني الأمريكي هذا أمر حساس جداً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإذا كانت إيران لا تزال تفكر بعقلية الصبر الاستراتيجي والتوجه شرقاً في سياستها الخارجية والمضيق لمن في توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع روسيا كما فعلت مع الصين وتفعيل هاتين الاتفاقيتين يصبح موضع إيران بالنسبة للرئيس الأمريكي يعني موضع معادل والتالي يمكن أن يشجع على مزيد من المخدرات بكتور محمد الزغول يعني ابقى معنا لأن هذا الحوار مستمر سنعود إليك بعض اللحظات يعني مشاهدين في سياق متصل لما نتحدث عنه بحسب موقع واشنطن انستيتيوت توصلت إدارة ترامب الاتفاق جديد أو توصل إيران أو إدارة ترامب الاتفاق جديد مع إيران سيظل صعباً لعدة أسباب دعونا نتابع هذه الأسباب اشتركوا في القناة المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى الشرق الأوسط ديفيد هيل قال إن على فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الانتقالي مواجهة واقع صراعين الأول في الشرق الأوسط والثاني في أوكرانيا وضف هيل في مقابلة مع الحرة أنه يعتقد أن ترامب سيعود إلى سياسة الضغوط القصوى على إيران التي كانت أداة لتغيير تصرف طهران حيال برنامجها النووي أولويات ترامب في السياسات الخارجية كانت التركيز على التجارات والتعريفات والمنافسة مع الصين ووضع حد للهجرة غير الشرعية والطلب من الخلفاء المساهمة في النفقات الدفاعية لكن على فرقه مواجهة واقع صراعين الأول في الشرق الأوسط والثاني في أوكرانيا وأعتقد أن الرئيس سيعود أيضا إلى حملة الضغوط القصوى ووفق خبرتي الحملة لم تكن هدفا في حد ذاتها لكن أداة لتغيير تصرف إيران حيال برنامجها النووي عود إليك مجددا دكتور محمد إذن التوصل لاتفاق شامل كما وصفت حضرتك بين ترامب وإيران تقول مصادر عديدة بأنه يبدو أمر صعب لعدة أسباب ذكرتها قبل دقائق كما شاهدنا الواشنطن انستيتيوت برأيك هل هناك ضمان لنجاح أي اتفاق شامل من هذا النوع مع طهران إذا لم يكن في نية إيران أصلا التنازل عن مشروعها النووي التصعيدي من المعروف بأنه أي عملية التفاوض مع إيران هي عملية صعبة بطبيعة الحال تركيبة النظام السياسي في إيران وآلية اتخاذ القرار فيه وتنوع مراكز السلطة وبعضها يغلب عليه العامل الأيديولوجي يعني العامل السياسي وبعضها الآخر يغلب عليه التفكير خلينا نقول الأمني والعسكري والصيغة الأمنية بالتعاملات الدولية يصعب بطبيعة الحال الوصول إليه لكن لا مسار آخر الحقيقة يعني مسألة التفكير بإطاحة النظام الإيراني ثبت بأنه هي تقود إلى كوارث وزلازل استراتيجية سواء على مصر والمنطقة أو حتى في أبعاد ما فوق إقليمية أو أبعاد دولية بلد مثل إيران يجب التعامل معه بالنهاية وفق يعني معادلات من الضغط والسياسة معا الذهاب نحو يعني معادلة مثل إسقاط النظام الإيراني أعتقد أنها مضرة بالأمن الدولي ومضرة بالأمن الإقليمي والإدارة الأمريكية تعي ذلك إلى حد كبير جدا ولذلك حملة الضغوط القصوى توفر بديلا آخر اليوم بعد ما تم تقليم أضافر إيران في المنطقة إلى حد كبير جدا عبر أضعاف حلفائها في المنطقة على الأقل يعني حماس وحزب الله الطرفين الرئيسيين من حلفاء إيران تم أضعافهم بشكل أساسي وشكل كبير أعتقد أنه إيران ستكون أكثر واقعية مما كانت عليه في عام 2015 إذا أضفنا إلى ذلك أنه إيران بالفعل تعاني من الداخل يعني في بعدها الاقتصادي وحتى في مسألة انتقال النظام السياسي إلى عاهد جديد وتفكير بخلافة خامنه كل هذه العوامل تتفاعل مع بعضها البعض لتخلق وضعا جديدا لا يمكننا التنبؤ بطبيعته لكن على الأقل نقول فيه ثلاث مسألة أساسية أن تتبنى إيران الصبر الاستراتيجي والتوجه الشرقا اللي عملتها في 2015 ما قبل يعني 2015 وهذه ستؤدي إلى مواجهة أسكرية هل تعتقد دكتور محمد أن بهذا الكلام أن إيران أصبحت أضعف اليوم أن هذه الضغوط بالفعل نجحت لأن هناك من يرى أن هذه العقوبات التي فرضت مهما كانت قاسية على إيران حملة الضغوط القصوى لم تفد بشيء يعني لا أستطيع أن أقول أنها لم تفد بشيء أنا أراقب إيران منذ أكثر من ربع قرن وأعرف جيدا بأن إيران تضررت كثيرا قوتها نتيجة العقوبات التي فرضت عليها لكن كان فيه إشكالية في العقوبات نفسها أنها ألحقت ضررا بالناس في إيران وألحقت ضررا بالحكومة الإيرانية التي هي الدولة الإيرانية بينها فوسين ولم تلحق الضرر الكافي بعناصر الثورة حرس الثوري والدولة العميقة في إيران ترشيد العقوبات كان من شأنه أنه يوجه الضغوط أكثر باتجاه المنظمات الأكثر خطورة كان داخل إيران والمرتبطة بالقائد الأعلى علي خامني وكمان بالحرس الثوري لكن العقوبات بشكلها السابق كانت إلى حد كبير تلحق ضررا بالحكومة الإيرانية التي تمثل الدولة والتي تمثل صوت معتدل إلى حد كبير جدا في الداخل الإيراني وأضرر بالسوق الإيراني والناس الاعتيادين الذين في الحقيقة هم عامل ضغط على الدولة العميقة في الإيران وليسوا عامل دفع لها هل تعتقد أنه سيختلف شكلها لهذه الضغوط بالتأكيد نعم 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 أمام حزمة عقوبات أذكى على الأقل أن الأطراف الأوروبية ستكون طرفا فيها وسيكون في بعد منها دولي يعني التعاون الدولي في هذه المسألة الضغط على الصين سيجري هذه المرة ولن تستطيع الصين أن تواصل استيراد النفط الإيراني كما فعلت سابقا اليوم الصين يعني إيران هي المصدر الرئيس للنفط الصيني بحوالي واحد ونصف مليون برميل رغم موجود العقوبات وهذه حالة استثنائية وغير عادية كيف يمكن أن تكون العقوبات فاعلة في الوقت الذي تستورت فيه الصين واحد ونصف مليون برميل يوميا من إيران ويعني تدفعها لإيران بطرق مختلفة أنا أعتقد أنه التعاون الأوروبي الأمريكي في الحزم القادمة أو الحزم القادمة من العقوبات وتنوعها ما بين العقوبات الدولية والعقوبات الأمريكية وليس فقط أمريكية كما كان عليها الحال سابقا سيجعل من هذه العقوبات أولا أكثر فعالية وأكثر ذكاء وأكثر فميعا سيد محمد فقط لديق الوقت نعم وصلت الفكرة دعني أنتقل لنقطة أخرى سريعا أذرع إيران في منطقة شرق الأوسط لا سيما نتحدث عن غزة ولبنان تقود أمن المنطقة نحن نتحدث عن فترة تشن فيها إيران عبر وكلائها حرب عنيفة هاتين الحربين في غزة ولبنان ما مصيرهما مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض الذي كان قد وعد بقوة خلال حمطة الانتخابية بإيقافهما يعني أعتقد أنه استنفذت كل الحربين أهدافهما الرئيسة يعني إسرائيل غير معنية بالاجتثاث أي من التنظيمين باجتثاث كليا إذا فكرنا بمصالح إسرائيل الاستراتيجية والأمنية هي معنية بالتخلص من قدراتهم العسكرية اجتثاث التنظيمات يحتاج إلى عمل فكري وعمل اجتماعي وعمل مضني وبعيد الأمل ولاحظنا ذلك أثناء الحملات ضد التنظيمات الإرهابية السابقة أنه هذا يحتاج إلى تعاون أطراف عدة ومسارات دولية إسرائيل كلاعب إقليمي يعني يخوض هذه الحرب اليوم بدعم أمريكي وبدعم غربي أعتقد أنها حققت ما تريده على مستوى يعني إضعاف قدرات هذه التنظيمات العسكرية وإيران ستعاني نتيجة فقدان هذه الأضافر وهذه المخالب خلال الفترة القادمة لأنه كان دائما تلوح بورقة الأمن الإسرائيلي كورقة ضغط على الأطراف الغربية اليوم إيران في موضوع مختلف بأعتقد ولذلك تطبيق حملة جديدة على إيران بأسس جديدة وبعقوبات أكثر يعني ذكاء وأكثر استهدافا للدولة العميقة من شأنها أن يحقق نتائج يعني قد نرى بالفعل معادلة ترسو بالوضع الحالي إلى اتفاق وقف إطلاق النار برأيك نعم؟ نعم بالغالب نعم هذا ما تتجه إليه الأمور يعني لن يتجاوز بأي حال وقف إطلاق النار الربيع المقبل على كل الجبهتين شكرا جزيلا لوجودك معنا مدير وحدة الدراسات الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات الدكتور محمد لزغول شكرا جزيلا لك أما بعد الفاصل تهران تستغل الطبقات الأشد فقرا في سوريا لنشر أفكارها اشتركوا في القناة من أوضاع اقتصادية صعبة زيادة في معدلات الفقر واحتياج الناس لموارد الحياة الأساسية هذه الأوضاع مثلت فرصة لإيران لنشر أفكارها وبطرق مختلفة بحسب موقع The Royal United Services Institute البريطاني كان من أبرز هذه الوسائل إدخال المحتويات تعليمية تحمل طابع مذهبي إلى مناهج المدارس التي تديرها إيران في مناطق مثل دير الزور والبوكمال نعم وهالمدارس باس لا تكتفي فقط بالتعليم التقليدي بل تضيف اللغة الفارسية والتاريخ الإيراني للمنهج وتروج لروايات مذهبية تخدم مصالحها الإديولوجية وإلى جانب التعليم تقدم إيران أيضا دعم مادي للطلاب والأسر في بعض الأحيان في صورة منح دراسية للدراسة في إيران وهنا يتم توجيه الطلاب للتحاق بالدراسات الدينية مع ضمان عودتهم إلى سوريا كدعاء ينشرون الفكر الشيعي بالإضافة لكل هذا باسل في إطار مساعيها أيضا لتكريس نفوذها المذهبي في المنطقة قامت إيران بإنشاء دور للأيتام ويتم تلقين الأطفال أفكار مذهبية بطرق منظمة ومدروسة تعمل إيران أيضا على فتح مزارات دينية جديدة على أساس أنها أماكن مقدسة وفي تقرير لموقع أتلانتك كونسل الأمريكي ذكر أن طهران أنشأت حتى مراكز شبابية رياضية في مناطق سورية تستغل هي أيضا لنشر الثقافة الإيرانية هذا ليس مسجدا عاديا كما يبدو في الصورة بل هي حسينية جعفر الصادق في بلدة حطلة بدير الزور شرق سوريا هنا تعمل إيران على نشر أفكارها الدينية والثقافية بين سكان الريف مستغلة الحالة المعيشية المتردية للأهالي وقلة حيلتهم بجوار هذه المزارات أصبحت المدارس التي تدعمها إيران في شرق سوريا ملجأ للعديد من الأسر مع تراجع التدريس في المدارس التابعة للنظام والمغريات الكبيرة التي تقدمها قوات الحرس الثوري الإيراني في دعم مراكز التعليم لنشر أفكارها بين السوريين كما يقول تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان ولعل أبرز الممارسات الإيرانية في هذا المجال تتمحور حول نشر أفكار التشيع بين الأطفال من خلال دعم مراكز رياض الأطفال كما يجري في روضة أجيال المستقبل في مدينة البوكمل إنشاء دور الأيتام وتلقين الأطفال أفكار مذهبية بطرق منظمة ومدروسة إضافة إلى نشر المناهج التعليمية التي تقوم على تدريس اللغة الفارسية والتاريخ الفارسي من وجهة نظر إيرانية كذلك تقديم منح دراسية لدراسة في إيران ما يعني إنشاء جيل من الدعاة ينشرون الفكر الشيعي وتستهدف هذه المنح طلاب المدارس وحتى الشباب في الثلاثينات من عمرهم ما يوسع دائرة التأثير الإيراني بين السوريين هذه الأنشطة تؤكد كما يقول مراقبون إن إيران لا تكتفي بالتواجد العسكري بل تسعى إلى تغيير الهوية الثقافية والدينية للمناطق التي تسيطر عليها في سوريا على الأقل مستخدمة أدوات التعليم والدعم المادي كجسر لتحقيق طموحاتها الإقليمية دعونا الآن نلقي نظرة على أبرز المزارات والمقامات الدينية التي تتحرك من خلالها إيران لنشر التشيع في سوريا وهذا بحسب ما نقلته عدة مواقع ومصادر معارضة لنظام بشار الأسد نبدأ في شرق سوريا مع حسينية الإمام جعفر الصادق في بلدة حطلي بدير الزور وكانت تعرف سابقا باسم حسينية الملالي كذلك هناك حسينية أبو الفضل في حي هرابش بمدينة دير الزور وتشرف عليها ميليشيا حزب الله اللبناني وتستخدم لإقامة الشعائر الدينية في الجنوب السوري هناك مقام السيدة زينب في دمشق ويعتبر هذا المقام من أهم المزارات الشيعية في سوريا وتشرف إيران حاليا على تطويره وتوسيعه كذلك هناك مقام السيدة رقية في دمشق وينسب طبعا هذا المقام بطبيعة الحال إلى سيدة رقية بنت الحسين بن علي وتولي إيران أيضا اهتماما خاصا بهذا الموقع لتعزيز وجود المذهب الشيعي هناك إضافة لما ذكرنا هناك مقام حجر بن عدي في عدرة بريف دمشق والذي يستخدم كوجهة للزوار الشيعة وأخيرا مقام عمار بن ياسر في الرقة وتشير بعض المصادر إلى أن إيران تسعى إلى تطوير هذا المقام بهدف تعزيز وجودها في هذه المنطقة إذن يعني مزارات مقامات دينية عديدة تستغلها إيران ربما لنشر والي التوسع الإيراني للمزيد إذن حول هذا الموضوع معنا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان سيد رامي عبد الرحمن ألم بك معنا سيد رامي بداية خلينا نبدأ بالشق التعليمي إلى أي مدى يؤثر تدريس اللغة الفارسية والتاريخ الإيراني على الهوية الثقافية للسكان المحليين نعم يعني بداية عندما نقول نحن اللغة الفارسية التي تدرس في مناطق عربية لا علاقة لها باللغة الفارسية ولا بمراكز حكومية تدرس بمراكز ثقافية تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية لماذا تدرس اللغة الفارسية في محافظة دير الزور التي تقع في شرق سوريا وفي الأساس هي ليست حاضلة شعبية الإيرانيين لذلك أقول بأن تدريس اللغة الفارسية بحد ذاته هو في إطار هيمنة الإيرانيين على هذه المنطقة من الجغرافية السورية طيب هل يتم فرض هذه المناهج بالقوة أم أن هناك قبولاً اجتماعياً لها في بعض المناطق لا تفرض المناهج في القوة ولكن ولا يجد قبول اجتماعي هناك ترغيب من قبل الميليشيات الإيرانية للسوريين في محافظة دير الزور تحديداً بتجهيل في المراكز الثقافية الموجودة في الميادين في دير الزور في الموكمال وأخضاع الأطفال والنساء لدورات تدريبية تحت مسمى تطوير الكادر العلمي في هذه المحافظة السورية أي أن عملية تدريس اللغة الفارسية تجري عبر الترغيب الإيراني بمكتسبات مالية برحلات بإعطاء يعني توظيف أهالها أولاء الأطفال أو عوائل النسوة أو توظيف النسوة في مراكز اجتماعية التابعة للإيرانيين لذلك يجري فرض اللغة في المراكز الثقافية الإيرانية تحديداً والتي من المفترض بأنها مراكز ثقافية سورية ولكن هي مستولى عليها من قبل الإيرانيين أي أن الأمر يجري عبر عملية ترغيب لا ليس فرضاً وليس رغبة من سكان تلك المناطق طيب بالنسبة لإنشاء دور الأيتام تحت الإشراف الإيراني كذلك ما هو هدف إيران منها؟ وكيف يتم تلقين الأطفال الأفكار المذهبية؟ مثل ما كان عليه حال تنظيم داعش الإرهابي كان يقوم بتجنيد ما يعرف أو غفيل دماغ لأطفال جند الخلافة الآن إيران ما تقوم به أو ما يعرف بمذهب ولي الفقيه في شرق سوريا يجري استغلال الأطفال الذين هم في الأساس جاهزين لتعلم ما يستطيعون تعليمه من قبل هؤلاء الذين يرغيبونهم بدورات لهؤلاء الأطفال رحلات كشافية للأطفال أعطاء هؤلاء الأطفال الفكر المذهبي الفكر ولي الفقيه في بقعة جغرافية مثل ما ذكرنا من المفترض بأن لا علاقة للولي الفقيه في هذه البقعة جغرافية السورية لا دينا ولا فكرا ولكن في النهاية الأوضاع الاقتصادية المأساوية في سوريا هي التي أجبرت هؤلاء الأطفال للالتحاق بدورات في المراكز السقافية الإيرانية المنتشرة في الشرق السوري ومنتشرة في كامل الأراضي السورية ولكن التركيز يكون على دير الزور تحديدا طيب ماذا عن المزارات الدينية هل ينحصر دورها في الأهداف الدينية الروحانية أم أنها تستخدم كأدوات سياسية لتعزيز النفوذ الإيراني كل ما تقوم به إيران هو سياسي لا ديني لا من قريب ولا من بعيد هو استخدام الدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية منذ سنوات طويلة إيران لم تكن بقضية دعم المراكز الدينية في سوريا سواء السيدة الزينب سواء ما يعرض بخط رأس الحسين الذي إيران تحاول السيطرة عليه من دير الزور وصولا إلى حلب وبعد ذلك باتجاه العاصمة دمشق أو من دير الزور وصولا إلى تيدمور لذلك أقول بأن ما تقوم به إيران يعني يأتي في إطار محاولة تعزيز السياسة الإيرانية والهيمنة الإيرانية تحت مسمى مراق الدينية مرت من هنا وهي تعلم حب العشار في تلك المنطقة لآل البيت وليس لولي الفقه طيب هل هناك أي اعتراضات محلية على فتح هذه المزارات الدينية وإذا كان نعم فكيف تتعامل إيران مع هذه الاعتراضات الاعتراضات يجري إيقافها من قبل شيوخ العشار المقربين من إيران يعني كثير من شيوخ العشار في المنطقة هم مدعومين مالية من إيران مصلحين من إيران هم الذين يحاولون القضاء على هذه الاعتراضات في حال قامت مثل ما كان علي الحال احتجوا في المكمال على مجموعة مدعومة من إيران الفوس بارمين بعد ذلك تدخل شيوخ العشار وحلوا هذه المعضلة شعبياً هذه الأمور مرفوضة حتى قومياً مرفوضة كون أننا نعلم بأن كثير من من أبناء دير الزور يعني ولاءهم عروبي وليس ليعني دينياً كولي الفقير ولكن هناك شيوخ عشار في النهاية من كان مع داعش سابقاً ومن كان مع حاضر أسر قبله من السهل أن يكون مع إيران ويفرض لهي منافي تلك المنطقة طيب سيد رامي هل لحظتم أي تغييرات واضحة في الهوية الثقافية والدينية في المناطق التي تسيطر عليها إيران جرى نعم جرى تجنيء أو تغيير ديمغرافية أو فكرة البعض إلى مذهب الولي الفقير ولا نقول المذهب الشيعي كون أن إيران تعمل مذهب الولي الفقير نعم في بعض القرى بعض العوائل باتت يعني تؤمن بولي الفقير لم ندخل في قلوبهم ولكن قد يكون الأمر هو من أجل حصول على الأموال وقد يكون الأمر نتيجة الاقتناع بما ترور له إيران بأنها تدافع عن آل البيت في بعض العوائل وبعض العشائر يعني جرى هذا الأمر وبالفعل باتوا يعني قد يكون لديهم تذاوج الآن مع أبناء الطائفة الأخرى بحكم الوجود الإيراني في هذه المنطقة لأكثر من سبع سنوات نشكرك على مشاركتك لانطباعاتك يعني معنا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان سيد رامي عبد الرحمن شكرا جزيلا لك قبل عشر سنوات تقريبا وتحديدا في العام 2015 حددت الأمم المتحدة 17 هدف عالمي وأكدت أن تحقيقهم بيضمن لنا العيش في كوكب أفضل وفي مجتمع أكثر رفاه وعدالة لكل الفئات هذه الأهداف التي تكلمت عنها ساندي هي أهداف ما يعرف بالتنمية المستدامة والتي تعتبر دعوة عالمية للقضاء على الفقر الحفاظ على البيئة تحسين معيشة الناس وتحقيق العدالة والمساواة لكل الفئات حتى نضيف كذلك باسر هذه الأهداف التي نحكي عنها المفروض أن نكون قد حققنا جزء كبير منها بحلول عام 2030 يعني فينا نقول أنه بائي تقريبا خمس سنوات للوصول لهذا الحد الذي حددته الأمم المتحدة في تحقيق هذه الأهداف لكن في الحقيقة نحن مع الأسف ما استطعنا أن نقترب من تحقيق الأهداف بحسب الأمم المتحدة ومن أكثر الفئات تضررا النساء والفتيات هم الأكثر تضررا من تقاعسنا عن تحقيق أهداف التنمية للأسف في هذه العملية المرأة هي الضحية الأولى والأبرز وفي المجمل تصنف الأمم المتحدة النساء ضمن الفئات الأكثر هشاشة وبالتالي الأكثر تضررا في جميع الحالات سواء كان بسبب الحروب والنزاعات أو الكوارث الطبيعية أو حتى القيود المجتمعية والقوانين الوضعية ومن هنا باسل تأتي أهمية تمكين المرأة وصون حقوقها مش بس على أنها حق أساسي من حقوق الإنسان ولكن أيضا لضمان بناء مجتمعات أفضل واقتصاد أقوى وحياة أكثر رفاه للجميع وخاصة من خلال التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز وجودهم في سوق العمل ولأن المرأة بتمثل نصف سكان العالم هذا يعني أنها تمتلك نصف الإمكانات البشرية الموجودة في العالم وبالتالي تمكين ودعم المرأة بيضمن قفزة في الاقتصاد والابتكار والتقدم في أي مجتمع بيتبنى سياسات داعمة لها 100% باسل ولو ركزنا أكثر على المنطقة العربية فالفرص المتاحة للمرأة للمشاركة في الاقتصاد يعني للأسف ما زالت أقل بكثير من الفرص المتاحة للرجال برغم من إحرازها تحصيل علمي عالي المستوى بحسب بيانات منصة الأسكوة التابعة للأمم المتحدة صحيح وأيضا بحسب منظمة العمل الدولية ما يزال مستوى مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة هو الأدنى عالميا وما يزال تمثيلها ضعيف في المناصب الإدارية العليا والمرتفعة الأجروة يعني ربما توضح لنا الأرقام هذه الصورة أكثر في 2022 تقول المنظمة أن 73% من الرجال حول العالم كانوا منخرطين في سوق العمل في مقابل 48% فقط من النساء عربيا النسبة لا تتجاوز 23% وهي أقل من نصف النسبة العالمية مع العلم أن هذه النسبة تغيرت مؤخرا في بعض الدول وسجلت النساء انخراطا أكبر في سوق العمل وخاصة ضمن فئة المهاجرات أو المغتربات ووصلت نسبة العاملات منهن أكثر من 40% وبحسب الأسكوة أيضا التمكين الاقتصادي للمرأة وسد الفجوات بين الجنسين مرتبط بعدة أثار إيجابية منها تحقيق نمو اقتصادي أكبر وخفض عدم المساواة وزيادة الانتاجية وبالتالي النهوض بالقطاع الاقتصادي وتحسين الاستقرار المالي لأنه عندما تكسب المرأة قوة اقتصادية فيزيد ذلك من رفاه أسرتها ومجتمعها المحلي وبلدها أيضا على نطاق أكبر وانطلاقا مما نتحدث عنه انطلاقا من أهمية تمكين النساء اقتصاديا في كل أنحاء العالم وفي المنطقة العربية طبعا بشكل خاص يخصص منتدى المرأة العالمية بدبي في نسخته الثالثة يخصص لدعم النساء وتمكين وجود المرأة في مختلف القطاعات والأعمال نعم المنتدى يعقد جلساته على مدار يومين بمشاركة أكثر من 250 متحدث من المسؤولين والقاضاء الملهمين والخبراء من كلا الجنسين مع تركيز على الأثر الإيجابي لمشاركة المرأة في مختلف المجالات والبحث عن أفضل الحلول والمقترحات للتغلب على التحديات التي لا تزال تواجهها حول العالم وتحول دون تمكينها اقتصاديا وخاصة في الدول النامية وللمزيد ينضم إلينا الآن من مقر المنتدى مراسل الحرة بلال الفارس بلال يعني منتدى المرأة يرفع شعار قوة التأثير في إشارة لأهمية تمكين النساء وتأثير هذا التمكين على المجتمع ضعنا في أجواء المنتدى والمحاور التي تتم ناقشتها في هذا السياق صباح الخير باسل صباح الخير ساندي نحدثكم من مدينة جميرا حيث يعقد منتدى المرأة العالمي في دبي 2024 وهي النسخة الثالثة بعد نسختين سابقتين في عام 2016 وعام 2020 يمثل منصة تركز على تعزيز تمكين النساء ودعمهم في لعب دور محوري في المجتمعات والاقتصادات حول العالم أجواء المنتدى باسل ساندي ديناميكية وغنية بالنقاشات التي تتناول مواضيع حيوية ترتبط بمستقبل المرأة وتأثيرها في القطاعات المختلفة يقول المنظمون هنا أن منتدى المرأة العالمي يعد الأكبر من نوعه عالميا في مجال الاهتمام بالمرأة وتنوع وشمولية القضايا التي يناقشها ضمن أجندة عمل متكاملة من حيث عدد المشاركين هنا مشاركون في هذه الجلسات التي تمتد ليومين من 65 دولة والجلسات التي تعقد خلال هذا اليومين تنتصل إلى أكثر من 130 جلسة نقاشية يتحدث فيها أكثر من 250 من المسؤولين والقادة الملهمين وصناع التأثير وممثلين المنظمات الدولية بالإضافة إلى نخبة من الشباب ورائدات الأعمال البارزات المنتدى تم تصميمه ساندي ليكون مساحة وفق المنظمين للتفكير وتبادل الأفكار تعقد عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة قادة الفكر والخبراء وصناع القرار من مختلف القطاعات بدءا من الحكومات وصولا إلى القطاع الخاص ورواد الأعمال المحاور التي يتناولها يتسم أو يحاول أن تكون شاملة تشمل قضايا مثل تعزيز المساواة بين الجنسين الاستدامة، الابتكار التكنولوجي والتعليم وتمكين النساء في القيادة وصنع القرار بلال دعنا نتوسع أكثر في المحاور ربما الموجودة على أجندة المؤتمر جلسات وفعاليات عديدة تنقسم ضمن عدة محاور ذكرت بعض منها بلال يمكن من أبرزها كذلك اقتصادات المستقبل توحيد الجهود والتكنولوجيا والابتكار حدثنا أهم الأفكار التي تطرح في المنتدى ضمن صياق هذه المحاور نعم ساندي وكما ذكرت هناك ثلاثة محاور يعني تدور بها كل هذه النقاشات نحو 130 جلسة كما ذكرت اقتصادات المستقبل يتم التركيز هنا في هذا المحور على دور المرأة في قيادة التحولات الاقتصادية سواء من خلال ريادة الأعمال أو عبر إشراكها الفعال في القطاعات الجديدة مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر الأفكار التي تطرح تشمل سياسات لدعم النساء في سوق العمل وتوفير فرص متكافئة وتطوير مهارات النساء لمواكبة احتياجات الاقتصادات المستقبلية كما يتم استعراض خلال هذه الجلسات أمثلة من مبادرات ناجحة من دول مختلفة دعم التعزيز مساهمة المرأة في الاقتصاد فيما يتعلق بتوحيد الجهود هذا المحور يبرز أهمية التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف مشتركة تعزز دور المرأة يتم تسليط الضوء أيضا من خلال الشراكات بين المؤسسات وكيفية ترجمة هذه الجهود إلى سياسات وبرامج عملية على الأرض هناك تطرح أفكار حول كيفية توحيد الجهود لمواجهة تحديات مثل الفجوة الجندرية خاصة في المناطق التي تواجه نزاعات أو أزمات اقتصادية إذا منتقلنا إلى المحور الثالث وهو التكنولوجيا والابتكار يناقش المنتدى كيف أن التكنولوجيا بطبيعة الحال وهي لغة المستقبل أصبحت أداة رئيسية لتمكين المرأة سواء من خلال تحسين فرصها في التعليم وتوفير بيئة عمل رقمية تساعدها على التوفيق بين حياتها المهنية والشخصية هنا في المنتدى أيضا تعرض أمثلة عن نساء قدن مشاريع ابتكارية غيرت مجتمعتهن مثل تطوير تطبيقات لدعم التعليم وأيضا إطلاق منصات رقمية تدعم رواد الأعمال كما يتم التطرق هنا في هذه الجلسات إلى أهمية تمكين النساء من دخول مجالات التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات شكرك بلال على مساعدتك لأننا في تسليط الضوء على هذا المنتدى المهم من منتدى المرأة العالمي في دبي مراسل الحرة بلال الفارس شكرا بلال سننتقل الآن إلى لبنان ولبنان وبالفعل الحرب يمر حاليا بواحد من أسوأ مشاهد النزوح الداخلي مع تجاوز عدد النازحين المليون وثلاثمائة ألف شخص ونصفهم بطبيعة الحال من النساء والفتيات نعم بسل في ظل الحياة القاسية والمشقات اليومية تواجه النازحات تحديات صامتة ومرهقة منها فقر الدورة الشهرية وهذا النوع من الفقر يا سندي يجبر للأسف العديد من النساء على خوض حرب خفية حرب تحاول خلالها المرأة أن تحافظ على ما تبقى من صحتها وكرماتها في وقت هي فيه في أمس الحاجة للغذاء والدواء والمأوى بالفعل ببساطة باسل الفوط الصحية هي ليست طرف هي شيء ضروري كالغذاء والدواء والمأوى تؤمن حماية النساء من الأمراض وتعزز شعورهم بالكرامة ومع ذلك نجد أن الحديث عن هذا الموضوع شبه محظور في بعض المجتمعات رغم أهميته الكبيرة لصحة المرأة ولهذا تعمل الأمم المتحدة دائما على التأكيد بأهمية الحفاظ على النظافة الشخصية وتوفير الوسائل اللازمة لذلك خلال الأزمات وتججع بالتالي منظمات الإغاثة على توفير الفوط الصحية للنساء النازحات ومن هنا تأتي أهمية تكريز 16 يوم من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن حملة أممية سنوية بدأت في 25 نوفمبر للتأكيد على أن أزمة العنف القائم على النوع الاجتماعي ملحة ولا يوجد عذر للعنف ضد النساء والفتيات طيب لماذا هو من المهم من الأساس الحديث عن الصحة بشكل عام والصحة الجنسية بالتحديد للنساء وخاصة خلال الأزمات هذا لأنه عندما لا يتم تلبية احتياجات صحة الدورة الشهرية للفتاة وتصاب هذه الفتاة بأي مرض مرتبط بالدورة يزداد خطر تغيبها عن المدرسة وحرمانها من التعليم أيضا إذا ما لم تتمكن الفتاة من تنظيف أدواتها الشخصية فلن تتمكن من استخدامها مرة أخرى وهذا حتما يؤثر على صحتها بشكل مباشر وفرص إصابتها بأمراض معدية لهذا يجب أن ينصب التركيز الرئيسي في مناطق الصراع على إزالة الوصمة المرتبطة بالدورة الشهرية حتى تعرف الفتاة حقها في التعامل مع هذا الجانب الطبيعي من الحياة طبعا هذا الموضوع كان له صدى على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركات عديدة ومختلفة نبدأ بحساب فايق العزيزي اللي أبدأ رأيه في أهمية الموضوع فكتب أنت من المشاهير القلايل اللي بيعملوا شيء ملموس لصالح الناس اللي بتتعذب بمناطق الحرب خصوصا النساء والأطفال أستغرب ليش المشاهير الكبار من المنطقة ما يحركون ساكن أيضا حساب نور الحريمي علق على الموضوع فكتبت الموضوع مهم كتير ولازم نسلط الضوء عليه من يوم ما بلشت الحرب على غزة نساء غزة الله يعينهم صار لهم سنة يعانوا من هذا الشيء أيضا حساب لفيدا ركز على أهمية الموضوع فكتب كنت كل مرة أسأل حالي كيف هالبنات عم يدبروا حالهم كل شهر وأخيرا إجا من يفكر بنفس الموضوع ويسلط الضوء عليه أما حساب سن فكان له تعليق حول أهمية الفوط والإكسسوارات لأن نساء في مناطق النزاع وكتب الفوط الصحية ربطات الشعر الغيارات الداخلية تخيلوا قصة ربطات الشعر أنا حسيت بأهميتها يوم الزلزال شعري كان زعجني كتير لدرجة اختنقت منه تحت الحجاب وهو نازل على رقبتي يعني أصوات مهمة جدا ومطلوبة ومشكورين الحقيقة أنهم ركزوا وصلتوا الضوء على هذه القضية المهمة خلونا نفهم لماذا هذا الموضوع مهم من ناحية الصحية بالنسبة للنساء والفتيات ولهذا معنا الآن من بيروت اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد الدكتور نديم الحجل أهلا بك وصباح الخير عليك دكتور نديم يعني في البداية اشرح لنا لو أمكن كيف يؤثر فقر الدورة الشهرية على صحة المرأة الجسدية والنفسية أيضا صباح الخير لألك وللمشاهدين أكيد فقر الدورة الشهرية له تأثير كتير كبير على صحة الفتاة أو السيدة الجسدية والنفسية لأنه هيدا الموعد الشهري اللي بتكون معه السيدة أو الفتاة هو ما لازم يكون إلا تسكير لأنوستها ولا لازم يكون عبق عليها فكيف إذا كنا بوضع استثنائي بحيث أنه ما عندهم وصول إلى أبسط الأمور اللي هن الفوات الصحية إذا ما كانت عم تقدر تقطع بهيد الفترة بأقل ضرر نفسي وجسدي هذا الشيء بيخلي يصير فيه عندها مشاكل صحية ونفسية ممكن أنه تضل وترفقها لفترات كتير كبيرة لقدام لازم تكون هي عم تقدر أنه تكون عندها أبسط الحقوق بأنه تكون عندها وسيلة للنظافة وسيلة لأنه تقدر تقطع هيدا الفترة بأقل ضرر ممكن لأنه هيدا الضرر إذا صار ضرر نفسي ممكن يؤثر على الدورات التانية ممكن يؤثر على قدرته على الإنجاب بعدين إذا صار فيه مشاكل صحية أو صار فيه التهابات معينة لأنه ما قادرة أنه تكون عم بتساعد نفسها لتقطع هيدا الفترة بطريقة سلسة وبسيطة نعم يعني للأسف دكتور أنه شريحة كبيرة من الناس ربما تجهل أهمية هذا الموضوع لذلك خلينا نسلط الضوء على ما تفضلت به من مخاطر صحية اللي قد تتعرض لها النساء فعلا عندها استخدام بدائل غير صحية لألفوطة الصحية لأنها غير متوفرة بالضبط ألفوطة الصحية أكيد وقتها بتكون السيدة عم تستعملها أو الفتاة عم تستعملها هي مطروحة بالأسواق لأنه صار في عليا الدراسات لأنه انشغلت بطريقة بتكون انظيفة لأنه يكون المواد المستخدمينها بتصنيعها هي مواد ما بتأدي إلى التهابات أو إلى تحسس جلدي أو إلى مشاكل بالمنطقة الحساسة عند السيدات وأنما لسوء الحاص بظروف معينة وقتها السيدات ما عندهم وصول إلى هيدا الفوط الصحية عم نلجأ إلى وسائل بديلة لها الفوط هالوسائل البديلة بتتعدد وممكن أنه الإنسان يكون كتير عم بيستغرب وين ممكن وصلنا شو هن الوسائل البديلة اللي ممكن يكون عم السيدات عم تستعملها وإنما لازم نأكد أنه أكيد يعني إذا مش قادرين نوصل على فوطة صحية لازم يكون عندنا بديل السيدة ما فيها تكون عم تقطع بهذه الفترة بلا ما يكون عندها بديل لهذه الفوطة وإنما البديل لازم يكون بديل نضيف منشدد على النظافة لهذه الوسيلة الجديدة اللي هي أكترية الأوقات بتكون قطعة من القماش أو قطعة من حيالها شيء منشفة أو تياب أو حيالها فوطة مصنوعة من القماش بدنا نأكد أنه تكون نظيفة بدنا نأكد أنه هالفوت عم تتغير أو هالوسيلة الجديدة عم نغيرها ونستبدلها كل ثلاثة إلى خمس ساعات أكيد إذا ما كانت مع باية مضبوط لذلك إذا كانت عم تتعبق أكتر إذا كانت الدورة الشهرية غزيرة أكتر لازم تكون عم تتغير بفترة أقصر وأهم منها كلهم أنه لازم نكون بين غيار وغيار أنه يكون السيدة عندها كمان وصول إلى حق أنه تكون عم تتنظف على نفسها يعني الماء والصابون التنشيف لكتير منيح لنرجع نحط البديل عن جديد هل هناك إجراءات معينة حتى تضمن السيدة أن هذه الوسيلة البديلة دعنا نقول هي صحية مئة في المئة يعني عندما تتحدث عن استبدالها نتحدث عن تنظفها هل تنظيف يجب أن يكون بطريقة معينة حتى نضمن عدم وجود أي أمراض أو أي خطورة من هذه الوسيلة أكيد وقتنا نكون نحن ننظفها لأنه عم نعيد استعمالها لأنه ما عندها وصول إلى فوات صحية لازم تكون عم تتغسل كثير منيح بالماء والصابون إذا قدرين أنه نكون عم نحطها على حرارة عالية كرمالة نكون عم ننظفها لأنه هذا الشيء بيقتل الجراسيم والبكتيريا كمان لازم نكون عم نعملوه إذا قدرين بس ننشفها ونخلص أنه نكون كمان عم نجرب أنه نحطها على حرارة عالية كمان من بعد ما تكون نشفت لو نشفت لنكون عم نقتل كمان كل البكتيريا هذا الشيء بيكون كثير منيح أنه بس نكون تركينهم على جنب لا حين يوصل الوقت اللي بدنا نستعمله نكون نحطينهم بمطرة حنظيف قادرين أنه نكون عم نحطهم إذا شيء بقلب كيس أو حيالة شيء نكون مسكر لما يتعرضوا لشيء تاني ما نكون عم نستعملها أكتر من مرة قبل ما نكون نظفناها وبين مرة ومرة يكون في غسيل للمنطقة الحساسة لتجنب التحسس الجلدي والالتهابات اللي ممكن أن تفوت على المهبل أو توصل إلى الأعضاء التنسلية بالحوض بشكل أعلى طيب أرجو أن تبقى معنا دكتور نديم سنصلت الآن الضوء على بعض المبادرات لأن هذا الموضوع شكل أزمة حقيقية للكثير من النزاحات وبالتالي بهدف دعم هذه الفئة هناك مبادرة قررت الشابة ربما مارينة الخند أن تعمل من خلالها مؤسسة مي دونيشن تعمل على تأمين أكبر قدر من الفوض الصحية وغيرها أيضا من المستلزمات التي تساعد النساء وتحميهن صحياً ونفسياً خلال فترة الحرب وتبلشت الحرب وبلشت حركة النزوح من كافة المناطق العالم فلت من بيوتها بدون ولا شيء يعني كانت حتى البيزيك ريكواريمنت ما عنده نياف اللي صاير أنه وتبلشنا نظر على الأرض ونعمل الأساسمنت كان في حاجة أساسية للبادز لهن الفوض الصحية جبنا بالمساعدة شركة محلية وجمعية كمان بتعنا بهذا الموضوع أنه تبرعوا بي بادز بفوض صحية بعدد كتير كبير ونحن من خلال ما الدونيشونز وزعناها على المراكز بأكتر من منطقة بالمدارس أن كان أو ببيوت وكل الأعمار وكان فيه قصمين العالم هنا بتستخدم البادز لأغراض أكيد الدورة الشهرية واللي عنده المشاكل تبول لإرادة وهنا بنحكي عن الفئة عمرية بين 65 إلى 80 و90 سنة بعد الأحيان والأهم كمان هن المراهكات اللي فيه كتير منن لمراكز للإيواء كانت لأول مرة بتجيون دورة شهرية ما فيه أويرنس ما فيه توعية صحية على صحية المرأة وعلى كيه كيفية الاهتمام وكيفية الاستجابة للموضوع وكيفية تعليم هالمراهقة لهي بعمر العشرة 12 سنة 15 سنة شو عم بيصير معها؟ فكان من دورنا نحن عم نوزع نحن نكون على الأرض إنه يكون عم نعطي هالأويرنس زي هالتوعية الصغيرة البسيطة إنه هيدا شيء أساسي ما فيك تستبدليه بأي شيء بنعطاك هيا لأنه بيصير فيه التهبات وبيعطي تداعيات صحية أخرى بس نحكي عن فوض صحية ما عم نحكي بس إنه نأمن فوض صحية للمرأة الجنرال ولكن هي أكتر من ناكية نأمن ما كان مناسب ما كان يحفظ كرامة المرأة بهالشلتر تقدر من خلاله تغسل تستخدم فوض صحية بشكل بيحمي برايبس وما كان تقدر تغسل تيبة أو تقدر تغسل الملابس الداخلية وتقدر تنشرهم كمان ويكون في حفظ لكرامة هالنساء بكل براسس لكي لامرأة بداي لها مانكي لواحدك هذا المرحلة صعبة عكيفة الاسعادة إن كان من الشق الذي نحكي فيه هلأ هو صحة الامرأة لأكبر شقة نحكي فيه للصحة بشكل عام للمركز الإيواء لكل هو مانكي لواحدك نحن هو لنجارب نكون عن مدعم ونساند بعض ونكون إذا بدي أقول هالإيد اللي عم تمسك إيد الشخص الثاني بدون ما نسأل عن أي شيء هالإيد الوطنية اللي بس عم نتمسك كلنا سوى لنجارب اللي بنتخطى الأزمة بأسرع وقت اليوم هيدا الشيء كرامتك من كرامتنا من كرامت كل شخص في لبنان كلنا من تفين حول قضية واحدة هي مساعدة الإنسان بع كافة الأراضي اللبنانية ونأمله حاجاته من أصغر حاجة الأكبر حاجة اللي هي أساسية لأنه كلنا تحت سقف واحدة تحت حرب واحدة عم نجرب نحارب هذا الشيء وتحت إنسانية واحدة نعود إليك مجددا دكتور نديم ونصلت الضوء في هذه الجزئية من حوارنا على فئة أخرى من النساء قد يكون فقر الدورة الشهرية كذلك يؤثر عليهم بصورة حتى أصعب وهن النساء ممن يعانين من أمراض معينة وأيضا المراهقات اللي تزورهم الدورة الشهرية يمكن لأول مرة نقص مستلزمات الدورة الشهرية دكتور يعني كيف يؤثر على صحة هؤلاء النساء أولا والمراهقات كذلك في مرحلة البلوغ ولكن أيضا على الصحة النفسية والتطور الاجتماعي الدورة الشهرية أكيد هو عنوان شهري بيزيد السترس أو بيزيد الضغط النفسي على السيدة وهيدا الشيء أكيد لازم نكون نحن عام نرافقه بالأيام الطبيعية لنخفف هيدا السترس النفسي اللي بيترافق مع الضغط الجسدي أو الأوجاع أو الدم اللي بيكون موجود لذلك الفوت الصحية ضرورية لهالنساء اللي عام بتزورهم الدورة الشهرية كل شهر وللفتيات اللي عام بتزورهم الدورة الشهرية لأول مرة إذا ما كنا نحن قادرين أنه نكون عام نحيط هيدا الموضوع بطريقة علمية وبطريقة موضوعية أكيد هيدا الشيء رح يترك أثر سلبة مش بس على الفتيات اللي عام بتزورهم الدورة لأول مرة وإنما حتى على السيدات اللي عام بتزورهم الدورة كل شهر لذلك نحن أبسط الأمور وأبسط الحقوق أنه تكون عام تقدر هي بس شو هي هاي المخاطر الصحية دكتور يعني شو ممكن يصير إذا النساء كان عندهم نقص في هذه المستلزمات في الفوت الصحية هل تؤثر على الصحة الإنجابية والصحة الجسدية للمرأة صح أكيد لأنه هيدا الدم إذا نحن ما كنا عم نقدر نطلعه لبرة بطريقة طبيعية صحية عم بيجي على الفوتا وعم نرجع نغسل مزبوط من بعدها بالمي والصبون الملابس الدخلية ما عم بتكون نظيفة ومعنا أكساء أو وصول إلى هيدا الحق أكيد هيدا الدم اللي مجمع أو هيدا هالوقت اللي نحن منكون قطعين فيه رح يترك أثر على المهبل وعلى زيادة مستوى الرطوبة بهيدا الأعضاء التنسولية وبتزيد نسبة الإصابة بالجراسيم أو بالبكتيريا بالالتهابات وهالالتهابات ممكن أنه مش بس تكون بمنطقة المهبل وإنما ممكن أنه تطلع وتصير بمنطقة الحود ككل يعني كأورجن كمحل أكبر وهيدا الشي على المدى البعيد ممكن يأثر على قدرة السيدة على الإنجاب أو يترك أثر ويصير فيه عندها مشاكل عكم بمراحل متلاحقة من حياته أو ممكن يعمل لها أوجاع مستمرة بمنطقة الحود أو ممكن أنه كمان يكون يعمل لها حرارة ارتفاع بالحرارة زيادة نسبة الإفرازات اللي ممكن تكون عم بتشوفها رائحة كريهة حكاك التهاب أو تحسس جلدي هؤلاء كلهم ممكن أنه يكونوا عوارد سلبية جانبية جايين نتيجة عدم توفر الفوت الصحية لا يكون فيه انسياب أو انسيال طبيعي لهالدم اللي عم ينزل من جوة لبرة كيف تأذى كانت الفتاة عم بتزورها الدورة الشهرية لأول مرة فهون ممكن يكون مش بس إذا ما كان عندي الوضع الملائم أنه يكون في عندي تراكمات أو أثر سلبة جسدة بيأثر عليها لبعدين وأنما هون بتكون هي عندها أثر نفسي كمان لأنه هالفتاة اللي عم تبلغ لأول مرة وعم بتشوفها الدورة الشهرية لأول مرة بدت تكون عم تتعرف مظبوط على جسمها عم تتعرف مظبوط على شو عم بيصير معها تعرف ليش هيك عم بيصير تعرف كيف بدأت ترافق نفسها بهذه المرحلة كيف بدأت تكون عم بتساند نفسها نفسيا وجسديا بدأت تفهم شو الأوجاع اللي عم بتحس فيها وتعرف أنه هالأوجاع مؤقتة ورح ترجعها تروح تعرف أنه كيف بدأت تكون عم تتنظف على نفسها لما يترك أثر لبعدين لأنه دورة شهرية لأول مرة وتقطع بطريقة منا مترافقة بطريقة علمية أو نفسية مضبوط ممكن أنه هذا الشيء يأثر ويصير بدل ما يكون موعد شهري لأنوستها يصير موعد كل شهر يذكرها بمشاكل كتير كبيرة أو بألم كتير كبير وهذا الشيء ممكن أنه يخذنا وقت كتير طويل مع معالجين نفسيين لنقدر نتخطي شكرك اختصاصي الأمراض والجراحة النسائية وتوليد الدكتور نديم الحجل شكرا جزيلا لك إذن بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم أتمنى أن ترسلون بأرائكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الخاصة بالبرنامج إلى اللقاء إلى اللقاء